أصدقائي إن هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين وليتوقف إذا واصلنا السير على هذا الطريق الملطخ بالدماء فنحن جميعا ندرك جيدا أن ذلك ليؤدي إلا إلى المزيد من دوامات الموت والدمار والقراهية واليأس تتكرر دوما وبينما تقوم إسرائيل اليوم بتجويع المدنيين في غزة حرفيا فإنه لطالما تم تجويع الفلسطينيين لعقود عن الأمل والحورية والمستقبل وعندما يتوقف القصر لن تتم محاسبة إسرائيل وسيستمر ظلم الاحتلال وسيدير العالم ظهر إلى أن تبدأ دوامة جديدة من العنف إن سفك الدماء الذي نشهده اليوم هو ثمن هذا الفشل في تحقيق تقدم ملموس نحو أفق سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواه ويتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخوفها الأمنية وأنها لا تستطيع الاستمرار في تهميش خمسة ملايين فلسطينيين يعيشون تحت احتلالها محرومين من حقوقهم المشروعة وأن حياة الفلسطينيين لا تقل أكام قيمة عن حياة الإسرائيلين وعلى القيادة الإسرائيلية أن تدرك أيضا وبشكل نهائي أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم على مدى سنوات الخمس عشرة الماضية رأيناك كيف تحولت أحلام حل الدولتين وأمال جيل كامل إلى يأس هذه هي سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة التي بنيت على الأمن بدل السلام وفرض حقائق جديدة غير شرعية على الأرض تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة غير قابل للتطبيق وفي هذه الأثناء تسببت بتمكين المتطارفين من الجانبين ولكنه لا يمكننا غضط طرف عن هذا الصراع باعتبار حله بعيد المنال من أجل الفلسطينيين والإسرائيلين إن رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي يجب أن تكون أننا نريد مستقبلا من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين حيث يعيش أبناءكم وأبناء الفلسطينيين دون خوف ومن واجبنا كمجتمع دولي أن نفعل كل ما هو مطلوب لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة يمكنها أن تأخذنا إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين إن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع لليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة وينتهي بدولتين فلسطين وإسرائيل تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر لقد حان الوقت للعمل بجدية شكرا لكم